تضعفت نسبة الأمراض السرطانية في البصرة بسبب وجود حالات تلوث في 25 موقعا سجلتها لجانا في حقوق الإنسان والصحة بالمدينة إذ أثرت تلوث الإشعائي بشكل مباشر على حياة المواطنين وتسبب بتشوهات خلقية وولادات ميتة وحالات مرضية مستعصية أزميل علي عدنان والتفاصيل تضعفت نسبة ارتفاع الأمراض السرطانية في البصرة بسبب التلوث ب25 موقعا حدد من قبل لجانا في حقوق الإنسان والصحة في مدينة البصرة التلوث الإشعائي أثروا بشكل مباشر على حياة الإنسان من عكس على تشوهات خلقية وولادات ميتة وحالات مرضية مستعصية 25 موقع ملوث باليورانيوم المنظب وهي من تركة الحروب التي مرت بالعراق هذه لا تزال إجراءات رفحها وللأسف بطيئة للغاية من قبل الوزارات المختصة إضافة إلى هنا أن هناك مواقع ملوثة بالسيزيوم 137 وهو عنصر يعد من العناصر المشعة والمسرطنة وهذه أيضا تحوي أطنان ناهيك عن أكثر من 1200 مرميل من مواد أيضا تحمل مواد ملوثة بالإشعاع وهذا السبب رئيسي إلى التلوث والغازات والأدخنة والآل الموجودة يعني خنقول عن طريق الهواتي تدخل هاكلة تلوث وبحد ذات هي حالات طبعا يعني 8% إذا مو 90% حالات سرطانية حيث أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة حيدر الساعدي على أن الحكومة المحلية ووزارة النفط خصصت أموال كثيرة لإزالة الملوثات لكن الجهات المنفذة ووزارة العلوم والتكنولوجيا تتحمل مسؤولية ذلك تم تخصيص مبالغ كبيرة جدا من قبل محافظة البصرة وكذلك وزارة النفط في حينها إلى الوزارات المعنية بالإزالة ولكن إجراءات بطيئة جدا المسؤولية تقع كاملة على وزارة العلوم والتكنولوجيا وكذلك قلة التنسيق مع وزارة الملوثات هنا مواقع عديدة مثلا جبل سلام مثلا قرب المحطة الخامسة في حقل الرميلة الشمالي مثلا قرب محطة الغازية في حقل الرميلة لدينا مواقع في مبنى الإذاعة والتلفزيون لدينا مواقع في الطوبة لدينا مواقع في أبو الخصيب لدينا مواقع قرب جسر المطار المواقع التي حددت من قبل الجهات المعنية والمصابة وهي جبل سلام وقرب المحطة الخامسة بحقل الرميلة الشمالي وأيضا في مبنى الإذاعة والتلفزيون وفي الطوبة وأبو الخصيب بالإضافة إلى قرب جسر مطار البصرة أماكن تعتبر الأقرب لسكن المواطنين في المدينة المشاكل البيئية التي تعاني منها مدينة البصرة عكست على حياة المواطنين في ظل تشخيص 25 موقعا مصاب باليورانيوم المنظف في المدينة من قبل الجهات المختصة في المحافظة وسط صمت حكومي خجول علي عدنان قناة الرشيد فضاي البصرة